ينطق الملك أمنحتب الثالث في قبره مخاطبا توت عن خامون ليحيي تاريخا دفن تحت الرمال للمدينة الذهبية قبل 3000 عام هنا بقايا بشرية وحيوانية حفرت من الأرض في اكتشاف الصدفة الذي وقع بين أيدي علماء الأثار المصريين مدينة كانت مخبأة بالأسرار والدفائن والتفاصيل المثيرة يقول العلماء إنها أكبر مدينة قديمة تم العثور عليها يعود تاريخها إلى العصر الذهبي للفراعنة وأسطى بقايا المدينة الأثرية الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل يؤكد الباحثون أن المدينة تمتد شمالا وغربا ولم يكتشف منها حتى الآن سوى جزء قليل مصادفة يأتي الاكتشاف الضخم بعد حفل نقل المومياوات الملكي الذي كشف الستار عن وجوه ملوك الفراعنة في الزمن القديم إرث عظيم مهيب يبعث الدهشة في قلوب البشرية عندما يجدون ملكا بكامل تفاصيل هكاله العظمي وبعض بقايا الشعر أو الرسم المفصل لها في تاريخ تقدمه مصر إلى العالم يدق باب البحث عن المعالم القديمة من جديد